اشتركوا في القناة وكافة المجالات خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي وأكد جلالة حرص مملكة البحرين على تعزيز وتنمية هذه العلاقات العريقة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين وأعرب جلالة الملك المفدى عن اعتزازه بالشعب البحريني وعلى عطائه وعمله المخلص من أجل خدمة بلده وتقدمه ومساهمة الشعب الكريم في مختلف المجالات ودوره في المشروع الإصلاحي مؤكدا جلالة فخره بما تحقق للبحرين من إنجازات ومكاسب حضارية وتنموية هدفها خدمة المجتمع البحريني وما تشهده البلاد من نهضة شاملة على كافة الأصعد والميادين كما أكد جلالة الملك المفدى خلال اللقاء دعم مملكة البحرين لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة منوها حفظه الله في الوقت ذاته بالدور الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية لحفظ أمن واستقرار المنطقة وخدمة قضايا السلام العالمي واستعرض جلالة الملك المفدى مع وفد لجنة القوات المسلحة من الكونغرس الأمريكي عددا من المواضيع المتصلة بتعزيز التعاون البحريني الأمريكي في الشؤون العسكرية والدفاعية إضافة إلى بحث الأوضاع الرهنة في المنطقة وأخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية ومن جانبهم أعرب أعضاء وفد لجنة القوات المسلحة بالكونغرس الأمريكي عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك المفدى على حرسه لتعزيز العلاقات التاريخية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات